سوفيان سبقوا أن تحدثت في تصريحات إعلامية وقلت أنه بقية العصابة في كل دوالي بالسلطات تعرقل وتخلق ثورة مضادة لكل تغيير كيف يعني تواجهوا ربما هؤلاء الأشخاص ليخلقوا ثورة مضادة لكل تغيير خاصة عندما تحدث عن انتخابات شريعية نعم أنا لم أستعمل هذا مصطلح الثورة المضادة ولكن قلت مقاومة ضد التغيير وهذا تلك شيء طبيعي لأن إما الناس هدو كانوا عندهم امتيازات كبيرة جدا البعض منهم تورطوا في عمليات فساد إلى آخرين والبعض منهم يتحاسبوا ولكن البعض منهم خايفين على الموقع انتحهم فبطريقة طابعية جدا هدو رحين يشكلوا مقاومة فرضية ولا جماعية يعني مضبرة أو عفوية ولكن الناس تخاف من التغيير زيد عدد كبير من البشر وهذا شيء طبيعي كذلك يختار دائما الأشياء اللي يعرفها وحنا تعرف المثل الشعبي يقول لك الحاجة اللي تعرفها يعني خير من الحاجة اللي لم تعرفهاش فشيء طبيعي أنه هناك مقاومة للتغيير الآن نظن الجزائر دخلت عاشت مرحلة وين كان نوع من انهيار مؤسستي انهيار أخلاقي انهيار في كل ما يدين ونظن انه الشعور العام انه الآن حتميا لازم نخرج من هذا المأزق ونبدأ ونشرع في بناء مستقبل بطرق أخرى والجزائري شوف يسافر للخارج يعرف البلدان يعرف كيفاش بعض البلدان كانت متأخرة متخلفة ولكن في ظرف زمني قصير نجحت في عملية التنمية ونجحت في عمل حضاري في الحقيقة احنا لازم نخرج من التقوقع اللي كنا فيه ونوع من الخوف من الآخر ويعني دائما تفكير سلبي الآن حان الوقت باش نتفتح على العالم نثيق في نفسنا نتركز على قدراتنا وننطلق في بناء يعني مستقبل لنا والولادنا ولي هاد المنطقة ان شاء الله